اشتركوا في القناة نظهر التعاكس أو التضاد بين الأشياء إذن في الدراسات الاجتماعية نتوصل في النهاية إلى إحصائيات ونتوصل إلى نتائج هذا التوصل يتم أحياناً بطريق المقارنة وإظهار الفوارق أو الأشياء المتعاكسة اكسرسيز وان فكر بمدينتين في بلدك تعرفهما أو سمعت عنهما بأي طرق تستطيع المقارنة بينهما؟ نستطيع المقارنة بين المدن عن طريق المقارنة بين موقع المدينة وسائل النقل فيها عدد السكان فنسأل عن هذه المعلومات لنستطيع المقارنة بالنسبة للوكيشن للموقع يمكن أن نسأل Where is it؟ أين تقع؟ هي قد تكون في شمال البلاد أو في جنوبه هذا الموقع يفيدنا في المقارنة وTransport المواصلات How can you travel in the city؟ كيف تستطيع التنقل في المدينة؟ هذا يدلنا على أن هذه المدينة فيها وسائل مواصلات متقدمة أو عادية أو سهلة أو صعبة Climate المناخ What's the weather like there؟ كيف هو الطقس هناك؟ هذا السؤال يشير إلى أن المدينة طقسها معتدل أم حار أم بارد Population عدد السكان How many people live there؟ كم عدد الناس الذين يعيشون هناك؟ فنعرف من هذا السؤال هل هذه المدينة مزدحمة أم غير مزدحمة؟ إذن هذه النقاط الأربعة نستطيع استخدامها للمقارنة بين المدن كيف تستطيع المقارنة بالتيتشارت؟ لما ندعوه تيتشارت؟ تيتشارت مخطط بياني هذا هو يدعى تيتشارت لأنه يأخذ شكل حرف الت في تقسيم المعلومات بحيث يكون لدينا عمودين للمقارنة بين أمور متعلقة بشيئين لاحظوا هنا حرف الت وهنا معلومات تفصيلية للمقارنة أو إظهار أو جهة الشبه أو الإختلاف أولا سنستمع للنص you already know different ways of organising information. For example, a Venn diagram, which shows how two things are the same in the middle and in what ways they are different at the sides. A T-chart compares and contrasts two things using information about the same topics. For example, in social science, we can compare two places. To do this, we write the names of the places that we want to compare at the top, on the left and the right. We draw a line under the two names and a line down the middle. Then we think about each topic in turn and complete each side of the chart with information. Can you see why we call it a T-chart? We read and write different types of text. نحن نقرأ ونكتب types أنواع. أنواع مختلفة من النصوص. Fiction and non-fiction. Fiction هي الأعمال الخيالية, مثل الروايات والقصص وقصص المسلسلات أو الأفلام. Non-fiction الكتابة الواقعية كالكتب الدراسية أو الكتب التي تقدم حقائق ومعلومات حقيقية. إذن خيالية غير خيالية. Fiction, non-fiction. And we plan them in different ways. ونقوم بالتخطيط لها بطرق مختلفة. For example, when we plan a fiction story. على سبيل المثال, عندما نخطط لقصة خيالية. Plan نخطط. We think about the characters. نفكر ب characters الشخصيات. شخصيات القصة. The beginning. البداية. The middle. وسط القصة. And the ending. والنهاية. When we write a non-fiction text. Such as a report. عندما نكتب non-fiction. ناص غير خيالي. مثل report. مثل تقرير. We plan the information that we want to include. نخطط للمعلومات التي نريد أن include. نضمنها في هذا الناص. You already know different ways of organizing information. أنتم تعرفون للتو وسائل مختلفة أو طرقاً مختلفة ل-organizing تنظيم المعلومات. Information. For example. على سبيل المثال. A VIN diagram. مخطط VIN. ما هو مخطط VIN؟ هو مخطط يأتي بهذا الشكل. دائرتين متداخلتين. نضع في القسم الأول الغير مشترك مع الدائرة الثانية معلومات عن الشيء الأول. وفي القسم الثاني معلومات عن الشيء الثاني. وفي المنتصف في القسم المشترك نضع المعلومات المشتركة بين الشيئين. إذن يشرحون لنا ما هو VIN diagram. Which shows how two things are the same. والذي يظهر كيف أن شيئين متشابهين. In the middle. في المنتصف إذن الأشياء المتشابهة بين الشيئين المشتركة توضع هنا في القسم المشترك في مكان التقاطع. And in what ways they are different. At the side. وكيف يكونان مختلفان بأي طرق هما مختلفان نضعها at the sides. في الجوانب هنا في هذا الجانب للشيء الأول الذي نتحدث عنه والثاني هنا في الطرف الثاني ولكن ليس في القسم المشترك. هذا النوع الأول من المخططات VIN diagram الذي نقارن فيه بين شيئين. النوع الثاني هو AT chart مخطط T هو هذا المخطط مخطط T compares and contrast compares يقارن contrast يبين المبينة أي إظهار الأمور المتضضة المتناقضة المتعاكسة أو المختلفة. إذن يقارن ويبين شيئين two things using information about the same topics باستخدام معلومات عن نفس المواضيع. For example على سبيل المثال in social studies في الدراسات الاجتماعية we can compare two places. نستطيع مقارنة مكانين. إذن الدراسات الاجتماعية من ضمن هذه الدراسات مقارنة مكانين. To do this we write the names of the places. للقيام بذلك نكتب أسماء الأماكن that we want to compare at the top التي نريد مقارنتها في الأعلى. إذن قلنا compare مقارنة. لاحظوا هنا قاموا بتقطيط هذا الجدول T chart. ووضعوا place one, place two أسماء المكانين لإجراء المقارنة بينهما. On the left and the right. إذن وضعوا الأسماء في اليسار واليمين. We draw a line under the two names and a line down the middle. ونرسم خطاً تحت الإسمين هذا الخط الأفقي. و-line down the middle. وخط إلى الأسفل down in the middle في المنتصف. Middle المنتصف. Then we think about each topic in turn. ثم نفكر بكل موضوع بدوره. And complete each side of the chart with information. و-complete نكمل كل جانب منا المخطط بالمعلومات. Can you see why we call it a T chart? هل تستطيعون أن تروا لما ندعوهم مخطط T? إذن يضعوا اسم المكان الأول أو الشيء الذي سيقارنونه في البداية هنا في اليسار والثاني في اليمين. يرسمون خطاً تحته. يضعون خطاً إلى الأسفل في المنتصف. يضعون المعلومات للمقارنة. يظهر لدينا هذا شكل حرف T لذلك يدعو مخطط T. لدينا هنا مقارنة بين مكاني. Place one, place two. المكان الأول. It's near the coast and beside a river. إنه بقرب الساحل. Coast. وبجانب نهر. المكان الثاني. It's in a valley in the mountains. هو في فالي. وادي في الماونتنز في الجبال. إذن هذا عند الشاطئ وهذا في وادي في الجبال. المقارنة الثانية. In winter, it's usually quite wet and windy. في الشتاء. هو. رطب تماماً وفيه رياح. عاصف. المكان الثاني. It can get very cold and snowy in the winter. يمكن أن يصبح بارداً جداً و-snowy من السنو من الثلج مثلجاً في الشتاء. أكثر من تسعين ألف شخص يعيشون هنا. أكثر من تسعين ألف شخص يعيشون هنا. معظمهم. أجد أي يبلغ عمرهم بين 18 و50 عاماً. المكان الثاني. There are not many under 20. Most are over 40. لا يوجد العديدين تحت العشرين. أي تحت عمر العشرين سنة. معظمهم فوق الأربعين سنة. E. There is an airport and there are buses and trains. يوجد airport, مطار, وباصات وقطارات. هنا نتحدث عن وسائل النقل. E. Only buses and cars can drive in the valley. فقط الباصات والسيارات يمكن أن تقود في الوادي. إذن هنا لا يوجد طريق للقطارات أو لوجود مطار. إذن في البداية تحدثوا عن الموقع. ثم الطقس. ثم عدد السكان. وأعمار السكان. والمواصلات في المكانين. هنا وضعوا لنا صوراً عن هذه الأشياء للمقارنة. أي يمكن أن نقارن location الموقع. population عدد السكان. ومن ناحية السكان قارنوا العدد والأعمار. transport وسائل النقل وclimate المناخ. بهذه المقارنة أعزائي نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم. ألقاكم بإذن الله في الفيديو المقبل مع درس جديد. السلام عليكم. إذن بعد أن أنهينا المقارنة بين المكانين وفهمنا ما هو مخطط T. نعود للسؤال الثاني. حيث كان السؤال. كيف نستطيع المقارنة بمخطط T؟ فنقول نستطيع مقارنة مكانين أو شيئين. و ندعوه مخطط T لأن المخطط لديه أو له الشكل الحرف T. إذن بهذه الإجابة أعزائي نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم بإذن الله في الفيديو المقبل مع درس جديد السلام عليكم نعود للسؤال الثاني كيف نستطيع المقارنة بمخطط T ولماذا ندعوه مخطط T الإجابة هي We can compare two places or things ونستطيع مقارنة شيئين مكانين أو شيئين إذن كيف نستطيع المقارنة بT chart هكذا نقارن مكانين أو شيئين ولماذا ندعوه T chart We call it a T chart because the chart has a shape of a letter T لأن المخطط لديه شكل حرف T بهذه الإجابة أعزائي نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع درس جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر